تتكاثف الجهود من قبل الجهات المؤسسات في الدولة والمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق وزارتات داخلية والصحة لجل اهتمامها بالتنظيم والرعاية السليمة لضيوف المؤتمر ولإنجاح أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق نتابع استعدادات مكثفة من قبل مختلف الجهات الحكومية في الدولة لاستضافة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق ومن بينها الجهوزية الكاملة لوزارتين الداخلية والصحة فهناك الاستعدادات الأمنية المكثفة من قبل رجال الداخلية لتأمين مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه البلاد خلال الفترة من الثاني عشر إلى الرابع عشر من فبراير الجاري بالإضافة إلى الاستعدادات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة لسلامة المشاركين في هذا المؤتمر فمن الإجراءات المعمول بها ضمن الخطة المرورية لرجال الداخلية الإسهام في تلاف الاختناقات المرورية في الطرق الرئيسية ومسارات كبار الزوار والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية فيما يخص المؤتمر وتأمين الفنادق المشاركة وإصدار ما يلزم من الهويات للمشاركين كما تسهم وزارة الصحة في سلامة ورعاية الوفود المشاركة في المؤتمر من خلال التواجد الدائم وتأمين العيادات الصحية بما يلزم من مختلف المعدات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية في مختلف المراكز الإعلامية والفنادق المستضيفة لفعاليات المؤتمر جهود واسعة تبذلها وزارتي الداخلية والصحة إلى جانب المؤسسات المختلفة في الدولة هذه المساعي تأتي لإنجاح هذا المؤتمر الدولي والإنساني الذي تحتضنه دولة الكويت مركز العمل الإنساني ناصر الهاجري تلفزيون دولة الكويت